أنا أنتقل إلى سيدة أسماء مقابل كل هذه الوعود الروسية للقارة الإفريقية برأيك سيدة أسماء هل روسيا قادرة اليوم في ظل العقوبات الغربية عليها في ظل الحرب المنخرطة بها في هذه الأثناء بتلبية كل هذه الوعود للقارة الإفريقية أهلا وسهلا تحية لك ولضيفيك الكريمين ولكل السادة المشاهدين الكرام بدأ من أعمال القمة ومن البيان الختامي لها عزم ورغبة روسيا على التوجه بكل جدية وبكل إصرار نحو القارة الأفريقية التي هي الآن متنفس لها في ظل هذا الحصار الذي يريد الغرب فرضه عليها أفريقيا تحقق لروسيا وكذلك روسيا تحقق لأفريقيا كليهما يحقق للآخر منافع متبادلة روسيا تريد الآن عالم متعدد الأقطاب تريد نموذج للاقتصاد آخر لا يعتمد على الدولار الأمريكي وأيضا معظم الدول الأفريقية أثبتت حتى من خلال تصويتها في الأمم المتحدة في قضية أوكرانيا كثير من هذه الدول امتنع عن التصويت وهذا يثبت أن هذه الدول لا تريد أن تكون محل استقطاب في هذا الصراع الدائر من ناحية أنها تريد الآن شراكات متعددة تحقق لها مصالحها وهذا الصراع الدولي المحتدم حول أفريقيا والتنافس الدولي على الشراكات والعمل مع أفريقيا يمكن أن يحقق للدول الأفريقية منافع لكن بالطبع ممكن أن يكون له أيضا مضار لأن هذا الصراع يجلب أيضا جوانب سلبية أعتقد أن روسيا الآن تتوجه بكل ثقلها نحو أفريقيا لأنها تريد أن تستبدلها بأوروبا وتريد أن تفتح مجالات عديدة من أجل الشراكة والتعاون الذي سيجلب لها منافع كبيرة في هذا الوقت رغم كل الحصار المفروض عليها ورغم كل الوضع الذي الآن تعانيه بسبب الحرب في أوكرانيا اشتركوا في القناة